بدني كمان عندك وليد أزارو كان جلسات كتير جدا بين كابتن محمد يوسف مع وليد أزارو اللعب المغربي اللي كان تلقى عرض مغري جدا فيه الدور الصيني لكن بعد ما لم يكتب له التوفيق ولم يرحل إلى الدور الصيني كان فيه جلسات عديدة للجهاز الفني وكيف استطاع الجهاز الفني أنه يخرج بالحالة النفسية لعدد من اللعبين ويقنع وليد أزارو بالبقاء في الفترة القادمة ويهيئه بشكل جيد للتركيز في التسعين دقيقة وشفنا تقلق وليد أزارو والأهداف التي أحرزها والأسست التي ساعد بها زملاء الإحراز المزيد من الأهداف كانت عناصر إيجابية للجهاز الفني مع اللعبين ليس الاستعداد هو استعداد فني فقط لكن كان هناك استعدادات نفسية وتأهيل عدد معين من اللعبين للانطلاق الأفريقية وتغيير طريقة اللعب ودخول سليفة كلبالي بشكل جيد في خط الدفاع وتأهيل عدد من اللعبين في المراكز المختلفة والشكل الذي أدى به الفريق في مباراة التونشيب لكن كابتن يوسف بشكل عام فيه سرية تم كمان للفترة القادمة في معسكر الفريق اللازم يستعد بالتأكيد لمباراة التونشيب حتى المباراة الودية غدا بإذن الله برضو الجهاز الفني قادر إن كان بيحاول يحيط هذه المباراة بقدر من السرية عشان كل اللعب يضح فيه تركيز مباراة العودة لأن مباراة العودة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس الست نقاط يعني ما ينفعش نفصلهم عن بعض ثلاث نقاط في مباراة الأمس والثلاث نقاط القادمة وده كلام المهم اللي قاله كابتن يوسف وبتر السكرتيرون عقب مباراة تونشيب بالأمس إن قال لهم الفوس كويس الشكل المعنوي إيجابي كنتم على قدر المسئولية لكن دعونا إن احنا نركز بشكل أكبر في المباراة القادمة ومن الغد بإذن الله يبدأ الاستعداد دليل المباراة العودة بإذن الله أمام تونشيب بعد مباراة تونشيب بالأمس في استاد برج العرب على طول الجهاز الفني بيفكر في المرحلة القادمة ومحضر أوراقه وبيرتب إجراءاته في الأيام القادمة وبالتالي النادي الأهل عنده مباراة ودية بقرة أمام نادي الجونة تعتبر مباراة ودية مهمة جدا للجهاز الفني واللعيب وممكن كابتن محمد يوسف أيضا أشار في هذا الأمر إن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باترس كارتيرون كان اتفق على مباراة ودية مع فريق الجونة ستقام غدا مساء بإذن الله والتركيز على العديد من مباراة الودية دايما الجهاز الفني بيحضر أوراقه لها مبكرا ومسبقا وكان الاتفاق مع جونة على هذه المباراة الودية كان بالزبط من حوالي خمس أيام يعني حتى وانت بتفكر فيه مباراة تونشيب اللي وقيمت بالأمس كان تفكيرك في المرحلة اللي هتصبق أو اللي هتلي هذه المباراة عشان تحضر كل لعيبتك كل اللعيب اللي شاركوا فيه مباراة الأمس بقرة هيكون لهم تدريب الساعة واحدة الدور لكن مجموعة اللاعبين الآخرين سواء المقايدين في القايمة الأفريقية أو غير المقايدين في القايمة الأفريقية هيكونوا فيه مباراة الجونة بإذن الله لو تقام غدا الساعة الخامسة مساء هتكون فرصة طيبة للدفع بعدد من اللاعبين اللي ما كانش لهم محظر يشاركوا فيه مباراة الأمس صلاح محصن ومحمد نجيب وكريمة ندفت أحمد حمودي باقي اللاعبين المقيادين في القائمة الأفريقية هنشوف الجهاز الفني بقى يحضر إزاي لمباراة العودة وفيه ترتيبات لمباراة العودة والسفر بإذن الله إلى بتسوانا وإحنا بنتكلم على مباراة الجونة والحديث عن مباراة الجونة الودية أيضا الجهاز الفني عنده مرحلة ريكافر واستشفى للعبين الأساسيين اللي خاضوا بالأمس مباراة تاونشيب وشفنا المجهود البدني الكبير جدا وإنت لسه بتبدأ بداية موسم بالطبع محتاج تأهل اللاعبة بشكل بدني متميز مجهود كان كبير بالأمس ومباراة رسمية بعد حوالي شهرين من إقاف النشاط المحلي والإفريقي نتيجة وجود أو مشاركة المنتخبات في كأس العالم فبالتالي أنت محتاج تعمل ريكافري ومران استشفاء للعبين غدا بإذن الله وده هيكون الساعة واحدة الظهر المران الاستشفاء ده مهم جدا لا يقل أهمية عن التدريبات الأساسية عشان تأهل اللاعبة وتحضرهم للمباراة القادمة والصفر كمان إلى بتسوان محتاج اللي أنت تتحضر اللاعبة بمختص تلجي وبتدريبات استشفاءية بستريتشات بتدريبات في صالة الجيم كل الشغل ده هيكون من خلال مايكل ليندمان مدرب الأحمال معايا حسين عبدالدايم اللي عاملين مجهود كبير جدا واللي المرحلة الحالية تعتبر في شغلهم مرحلة مهمة جدا لأنك بتجاهز الفريق لموسم طويل هتخوض فيه ما يقرب من سبعين إلى تمانين مباراة ما بين بطولة دوري وكأس مصر وسوبر وبطولة أفريقيا هذا العام يكون فيه اتنين بطولة دوري أبطال أفريقيا البطولة الحالية تنتهي في شهر نوفمبر ثم البطولة القادمة بإذن الله ستنطلق في أوائل ديسمبر طيب وحنا بنتكلم كمان في هذا الجزء والمران الاستشفائي والجاهزية للمرحلة القادمة يمكن كابتن سامير عادل عنده استعدادات إدارية مهمة جدا للمرحلة القادمة ويوم السبت مساء بإذن الله هيتوجه إلى عاصمة بتسوانا جابروني لتحضير مقر إقامة فريق النادي الأهلي والملاعب والتدريبات ومقر الإقامة وكل الأمور التي تساعد فريق النادي الأهلي بحيث أن الفريق يصل بإذن الله يوم السلساء تكون كل الترتيبات الإدارية جاهزة للفريق عشان يبدأ الجهاز الفني يشتغل للمرحلة القادمة كلمت مع كابتن سامير عادلي النهاردة صباحا وقال لي إن شاء الله الفريق يتوجه فجر يوم السلساء في الساعة الثانية صباح يوم السلساء من مطار القاهرة عبر الخطوط الأسيوبية سيتوجه في طائرة عبر الخطوط الأسيوبية لمدة ثلاث ساعات ونصف اليصل إلى أديسة بابا ثم يمكس الفريق لمدة ساعة ونصف ترانزيت ثم يتجه في رحلة طيران مباشرة من أديسة بابا إلى بتسوانا طبعا إلى العاصمة جابروني في بتسوانا رحلة تستمر حوالي خمس ساعات لتكون الرحلة إجمالا حوالي تسع ساعات لفريق النادي الأهلي وبالتالي نجح الجهاز الإداري أنه يقلص عدد ساعات صفر فريق النادي الأهلي من 18-20 ساعة إلى 9 ساعات فقط لأن رحلة بتسوانا أو فريق تونشب إلى القاهرة أخذت حوالي 20 ساعة صفر ما بين الصفر بأوتوبيس أو حافلة من بتسوانا إلى جوهانيس بيرج ومن جوهانيس بيرج إلى دبي ثم ترانزيت حوالي ساعتين في دبي والصفر إلى برج العرفة كانت رحلة فيها مشقة كبيرة جدا لفريق تونشب لكن الجهاز الإداري بقيادة كابتن سامير عدل قدر أنه يحضر بشكل جيد لرحلة الصفر بإذن الله ويكون فيه كمان طباخ مع البعث عشان يكون فيه كل الإجراءات سهلة هناك وميوصة رفزل لأنه طبعا ما فيهش تبسيل دبلوماسي لمصر في بتسوانا زي ما فيهش تمسيل دبلوماسي لبيتسوانا وفريق تونشب في مصر فبالتالي كل هذه الترتيبات تمت بالتنصيق من كابتن سامير عدلي والجهاز الإداري مع مسؤولي تونشب في بتسواني في ظل أنه كانوا موجودين فيه إقامة دايما لمدة ثلاثة أيام قبل مباراة الأهلي وبصراحة فريق تونشب حتى في الاجتماع الفن نتكلم على أن استهبال النادي الآلي كان استهبال مميز وبالأمس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارية النادي الآلي كان فيه لفتة طيبة أنه سمح حتى لكل أفراد الطاقم اللي هو المعاون مع فريق تونشب يتواجد فيه المقصورة الرئيسية كطرف طبعا الأهلي بيستضيفه في هذه المباراة وحتى الأهلي كمان سهلهم الجراءات في فندق الإقامة وملاعب التدريب رغم أن اللايحة الاتحاد الأفريقي ما تسمحش يبدأه وتقول أن الفريق الضيف يقدر يحجز ملاعبه وفندق إقامة وكل هذه الإجراءات لكن النادي الآلي بشكل احترافي قدر يساعد بطل بتسوانة على كل هذه الإجراءات وابننتظر إن شاء الله المعاملة بالمثل في مباراة العودة يوم 28 يوليو ألجاري دي كانت ترتيبات خاصة بسفر فريق النادي الآلي والاستعداد للمرحلة القادمة